مرة واحد تسألني وإحنا خارجين أنا مش عايزة تفين فلان دوت في المقابر معانا ليه؟ أصل وحش قوي فأنا خايف الناس اللي حاوليه تأزوا بي خالص ده قوانين تانية يمكن أن يكون إنسان مدفون جنبي إنسان هذا يتنعم وهذا يعز فلازم نعرف قوانين الحامل بقولكمش تقولوا كده لأولادكم أولادكم ما يفيش كلام خالص معهم غير عن النعيم ورحمة ربنا وكرم ربنا ويبقى ساعتها يفهموا إن اللي بيموتوا بيعيشوا حياة تانية مش بيتحولوا للعدم يعني جده عايش بس في حياة تانية وكلنا هتنزب إلي هذه الحياة الأخرى فهي حياة جده فيها إيه؟ بيعيش حياة مختلفة عن حياتنا دي يبقى نعلم أولادنا إن لسه فيه وسط ووصلة بيننا وبين أحبابنا اللي انتقلوا وإن الحياة ممتدة وإنهم يقدروا يوصل لهم أخبارنا وعلى فكرة أنا بلمح من قولي تعالى ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أمواتهم بل أحياء عند ربهم يرزقون يعني أنا عايز أقول إن الآي بتأكد لنا ولازم نفهم أولادنا إن مش بس إن الشهداء بس هم الأحياء في القبور لكن فيه سمة حياة للجميع ولذلك اسمها الحياة البرزخية وده بيأكدوا الكلام عن الشهداء بس هم الميزة اللي هم أنهم يتنعموا يعيشون حياة متنعمين فيها عند الله جزماً يبقى إحنا لو أرسلنا هدايا لأحبابنا هتوصل لهم زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر السيدة خديجة ويقول اللهم هالة افتكر السيدة خديجة وكأنه عايز هالة تأكل من الطعام فيصل حلوة الطعام ده للسيدة خديجة فتقدر تبعث لأحبابك اللي انتقلوا هدايا بأن احنا نعمل الأعمال الصالحة وندعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يهب مثل ثواب هذه الأعمال الصالحة ليه ونعلم أولادنا أن كل نهاية هي بداية آه يبقى كل نهاية الموت نهاية لهذه الحياة لكن بداية حياة جديدة وكل لحظة هي حياة جديدة مع الله لأن الله هو المحي فإحنا في حياة مستمر كل ما كانت بيئة الأولاد اللي فقدوا حد من أحبابهم فيها اتزان والمربين فيها حياتهم بتستمر وممتقفش وبنامج حياتهم ما بيرتبكش وبيتهد كل ما ده ساهم في ترسيخ المفهوم الحقيقي للموت وعلم أولادنا إزاي يتعاملوا مع الفقد وأنهم ما يصبهمش بالوجع اللي بيخليهم في حالة فشال وفي حالة هشاشة نفسية وفي حالة عدم قدرة وفي حالة نوع من أنواع الجزع وكمان الجوع العاطفي ومن المفاهيم المهمة اللي لازم نعلمها لأولادنا أن الوفاء لأحبابنا مش علامته إزهار الأسى المتكرر وطول أمده أو إيقاف الحياة لكن علامة الوفاء الاستمرار في الحياة ليس علامة الوفاء ده أمر مهم جدا حتى عندنا احنا الكبار لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يشك أنه كان السيدة خديجة أحب الناس إليه حد يشك أن سيدنا عبد المطالب وسيدنا أبو طالب كانوا عزاز عليه السيدة خديجة وسيدنا أبو طالب يموتوا ويبقى العام اسمه عام الحزن وإن اللي حاصل؟ رسول الله حياته تستمر مع أن العام ده أتعم حد يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عن السيدة خديجة كلاما من أروع ما قيل لكن حياة استمرت يبقى أنتوا الكبار خلينا مثل أول خلينا تفهم على الكبار أنه لازم نفهم أن الوفاء لمن انتقلوا تعالوا بقى ياريت نستلح على أن احنا الذين فقدناهم نقوله الذين انتقلوا الذين انتقلوا إلى الحياة برزخية أن أحبابنا الوفاء ليهم ليس أن نوقف الحياة ولكن أن نستمر في الحياة وأن أحبابنا يتحولوا في حياتهم إلى رمز بقى مهم جدا أن أحبابنا نحولهم إلى رمز كل شهداءنا من الأطفال أصبحوا رمز رمز إيه؟ رمز للبراءة التي صمدت أمام التوحش رمز للجمال الذي ثبت أمام القبح أمام الإجرام أمام اللا إنسانية أجمل من فينا قتلوا بيد أسوأ ما في الكون هم ده وإن إحنا لما بنتذكر أحبابنا لازم نعلم أولادنا كده أن إحنا لما بتذكر أحبابنا مش معناه أن إحنا أن إحنا افتكرنا الساعات الحلوة اللي بينا وبينه وخلاص انتهت الساعات الحلوة فلازم نتحصر عليها وأنها خلصت خلاص لا الزكرة بتربينا على أن لسه في حياة ممكن نعيشها مع أحبابنا لما يتحولوا إلى رمز ويجددوا فينا الأمل ويحلوا فينا العمل يبقى ساعتها بنحس أن هم دلونا على الله وساعتها بيفتحوا لنا باب واسع هم بيكونوا مفاتيح هذا الباب وندخل بيه على الله شكرا